أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين بدأت الصحب تتكاثر تدريجيا حاليا الأجواء غائمة جزئيا على أغلب المناطق مع هوا جنوب شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف لمعتدل السرعة تراوح سرعتها بوجه عام نهار اليوم ما بين الستة إلى الستة وعشرين كيلو متر في الساعة أما مساء ما بين العشرة إلى اثنين وثلاثين كيلو متر في الساعة متوقع أيضا من منتصف هذه الليلة رح تبدأ الرياح أيضا تنشط من حين إلى آخر وتصو سرعتها إلى خمسين كيلو متر في الساعة فرص أيضا لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة اللي قد تكون رعدية أحيانا أجواء تميل إلى عدم الاستقرار ابتداء من منتصف هذه الليلة ورح تستمر معانا حتى يوم الأحد لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام ومتابعة نشراتنا الجوية باستمرار الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة تظهر بعض السحب المتفرقة الهواء حاليا شرقي سرعتها 6 كيلو متر في الساعة درجة الحر الحالية 24 درجة مئوية رطوبة نسبية 48% أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلو متر صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية كانت الأجواء صافية خالية من السحب بوجعام على دولة الكويت ابتداء من منتصف اليوم بدت تتكاثر السحب تدريجيا أجواء تميل إلى أن تكون غائمة جزئيا حاليا لكن راح تكون في منتصف هذه الليلة غائمة بوجعام على أغلب المناطق العبور السحب مستمر معنا نلاحظ أيضا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق خاصة من منتصف هذه الليلة أي استقرار خلال هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت أيضا عبور السحب مستمر معنا خلال الأيام القليلة قد على فترات متقطعة أيضا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق متفاوتة الغزارة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق الأجواء المتوقعة في مساء هذا اليوم حول الساعة التاسعة وهو جنوب شرقي خفيفة لمعتدل السرعة تصل سرعة ما بين العشرة إلى 32 كم في الساعة أجواء باردة متوقعة تصل درجات الحرارة بوجعا ما بين العشرة إلى 15 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية فرص الأمطار أيضاً راح تكون ملحوظة في مساء هذا اليوم خاصة على المناطق الغربية من البلاد صوب الجهرة والمطلاع وكذلك على المناطق الغربية في الشقاية والسالمي لكن منتصف هذه الليلة فرص الأمطار ستكون واردة أكثر خفيفة متفرقة وقد تكون رادية أحياناً على بعض المناطق نلاحظ تكاثر السحب على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وكذلك على المناطق الغربية صوب الشقاية والسالمي وكذلك الجهرة أمطار متفاوتة الغزارة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان الأجواء المتوقعة في ساعات صباح الأولى من يوم الغد تستمر الأجواء غائمة مع التحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية إلى متقلبة لاتجاه خفيفة السرعة في ساعات صباح الأولى لكن أيضاً فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رادية أحياناً رح تكون ملحوظة أكثر على المناطق الشمالية وشمال الغربية من البلاد وكذلك في نصيب خفيف لهذه الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية وداخل البحر منتصف يوم الغد تستمر معنا الأجواء غائمة وفرص الأمطار مستمرة معنا الهوى الجنوب الشرقي قد يكون نشط من حين إلى آخر وتصوى سرعتها إلى خمسين كيلو متر في الساعة أجواء متوقعة نتميل إلى عدم الاستقرار لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء ونتمنى منكم أيضاً مرتادين الطرق بوجع أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء ودائماً التزموا بتعليمات المرور خلال هذه الأجواء بترك مسافات آمنة وكافية بينكم بين المركبات وكذلك الالتزام أيضاً بالسرعات المحددة والخفيفة في بعض الطرق لمنع انزلاق المركبات في الطرق مساء يوم الغد تستمر الأجواء غائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحياناً خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر نشاط للرياح الجنوبية الشرقية التي قد تصل سرعتها مساء يوم الغد أكثر من خمسين كيلو متر في الساعة أيضاً هذه الأجواء راح تسبب بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية لذلك حطوا بالكم خلال هذه الأجواء وتابعوا نشراتنا الجوية باستمرار ونتمنى أيضاً منكم أخذ دائماً التحذيرات والتحديثات الجوية من مصادرها الرسمية سواء من إدارة الأرصاد الجوية ومواقعهم أو حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كويتمت أو من خلال حسابات وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي نيوز كيتيفي المدى الأول باتر راح يكون الساعة 12 و 31 دقيقة ظهر المدى الثاني ساعة 11 و 29 دقيقة مساء الجزر الأول ساعة 6 و 5 الصبح والجزر الثاني بعدها ب 12 ساعة 6 و 5 مساء ولازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماي قوية البحر بوجعام في يوم الغد راح يكون معتدل إلى عالي الموج يصر ارتفاع الموج بوجعام ما بين ثلاثة إلى سبعة أقدام أجواء غير مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية لذلك لسلامتكم نتمنى منكم تأجيل الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة إلى حين تراجع سرعة الرياح وأيضا استقرار الأجواء بوجعام المواقع تبدن الله حسب توقيت المحل لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 4 و 55 شروق الشمس ساعة 6 و 18 دقيقة أما موعد أذان المغرب ساعة 4 و 50 دقيقة تقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار متوقع أنها ستبتدي ابتداء من منتصف هذه الليلة نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كم في الساعة ستكون ملحوظة أكثر خلال يوم الجمعة والسبت والأحد متوقع أيضا تزيد سرعتها أحيانا إلى أكثر من 60 كم في الساعة تكاثر في السحب مستمر معانا وفرص الأمطار أيضا مستمر معانا خفيفة إلى متوسطة الغزارة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق متقطعة على فترات لكن مستمر معانا خلال الثلاث أيام المقبلة العظمى المتوقع 22 إلى 23 أما الصغراء 17 إلى 20 درجة مئوية في يوم اليمعة والسبت أما في يوم الأحد العظمى المتوقع 21 وصغراء 18 درجة مئوية مع نهاية يوم الأحد ستبدأ تدريجيا أن الرياح تتحول إلى رياح شمالية غربية ستكون ملحوظة أكثر في يوم الأثنين والثلاثة أجواء بإذن الله تكون مستقرة خلال منتصف الأسبوع القادم رياح شمالية غربية خفيفة تسرعة تسرعة بوجعان ما بين العشرة إلى الـ 32 كم في الساعة في يوم الأثنين وعشر إلى أربعين كم في الساعة في يوم الثلاثة أجواء أيضا مشمسة وتظهر بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق ممناسبة بإذن الله لممارسة الأنشطة الخارجية العظمى المتوقع 20 وصغراء 15 درجة مئوية إزاء المشاهدين نتمنى منكم متابعة نشراتنا الجوية باستمرار خلال هذه الفترة ودائما أخذوا الأخبار والتحديثات الجوية من مصادرها الرسمية تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر